اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجكم أشربة القرآن الكريم في جزئه الأول طبعا جاءني كثيرا من الأسئلة والاستفسارات عن حلقات الزنجبيل وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذه الحلقات بإذن الله سنبدأ اليوم عملاقا عظيما رائعا ممتازا لا يقل درجة ولا تفوق عن الزنجبيل ألا وهو اللبأ ليس اللبن إنما اللبأ بكسر اللام هكذا ورد في القاموس المحيط وفي مختار الصحة طيب ما هو اللبأ يعني كثير من الناس طبعرف لنا إيش هو اللبأ هذا نقول اللبأ هو مادة تخرج من ضرع الماشية في الأيام الثلاثة الأولى بعد الولادة إذن أعيد ما هو اللبأ؟ اللبأ هي مادة تخرج من ضرع الماشية من ضرع الأغنام والأبقار والإبل وحتى كل الثديات وحتى الإنسان في الأيام الثلاثة الأولى بعد الولادة وهي في الحقيقة مادة صمغية تمام يتميز اللباء في الحقيقة بغناه بتركيب ممتاز عظيم طبعا نشاهد في هذه الصورة هذه صورة اللباء كما تشاهدونها أمامكم وأقول أنه لما درسنا اللبن في قسم اللبن من الموسوعة قلنا أنه اللبن غذاء عظيم ويحتوي على كل الأحماض الأمينية يحتوي على كل البروتينات كل الكربوهايدرات كل الأملاح والمعادن وكل الفيتامينات موجودة في اللبن ومن ثم قلنا واستنتجنا أن اللبن يعتبر شراب كامل وغذاء كامل في هذا الموضوع وأنا أذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتشير الأبحاث العلمية بالنسبة للبن بالنسبة للبن يا جماعة الوضع يختلف اللبن يحتوي على كل المواد العظيمة من كربوهايدرات وبروتينات ودهون وفيتامينات وأملح الموجودة في اللبن إضافة إلى ذلك فهو يحتوي على مركبات مناعية وعوامل نمو أخرى ففيها أشياء زيادة وبالتالي ليس هذا فقط الأشياء الأخرى من كربوهايدرات وبروتينات ودهون وكل هذه الأشياء موجودة في اللبن بشكل مركز جدا كما يقول الرسول فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن فإني أقول فإني لست أعلم شيئا يجزئ عن اللبن إلا اللبا وفي الحقيقة إن العوامل المناعية وعوامل النمو الموجودة في اللبا والتي تزيد عن اللبن في الحقيقة هي سميت كذلك ظلما سنرى الآن وإحنا بندرس إن شاء الله يعني تركيب اللبا وما يحتوي إنه هذه الأجسام المناعية وعوامل النمو التي نتحدث عنها إذا سميناها أجسام مناعية وعوامل النمو قيدنا وظيفتها لأنه في الحقيقة هي لها وظيفة عظيمة وأكبر بكثير من موضوع المناعة وموضوع النمو إذن فالموضوع أوسع من ذلك بشكل كبير الآن هناك آية علمية من الله سبحانه وتعالى علي وعلى المسلمين باكتشافها ألا وهي إن اللبا يذكره القرآن الكريم ولا تنسوا إن اسم البرنامج هو أشربة القرآن الكريم فلولا أن كان هذا الشراب مذكورا في القرآن الكريم لماذكرنا وبالتالي يأتيني واحد يا أخي طيب أنا فتحت القرآن أنا حافظ القرآن كامل لم ترد كلمة لبا في القرآن الكريم ولا لمرة واحدة أقول هذا الكلام صحيح ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر العسل دون أن يذكر اسمهم وذكره في آية صراحة وفي آية أخرى لم يذكرهم ولكن أقول تأمل الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام العبرة هذه الآية في سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها وسكت الله لم يذكر ما يسقينا مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون طيب ماذا يخرج من بطن الماشية؟ بلا شك أن هناك كثير من الأشياء تخرج من بطن الماشية لعل أهمها على الإطلاق اللبأ الذي يخرج في البداية ثم اللبأ إذن هذه الآية تحمل في معناها اللبأ وهذا في الحقيقة يشبه قوله تعالى في العسل الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل إلى آخر آية ثم قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس الناس زمان كانت تقول الشراب يعني العسل جاء العلم الحديث سبحان الله أنا كنت أتفكر في هذه النقطة وفوجئت أن علماء أفاضل من علمائنا المسلمين أيضا أشاروا لهذا النقطة وذكرها إن البطن في اللغة هو الجوف فيخرج من بطونها أي من أجوافها شراب مختلف ألوانه ولذلك بدأ هؤلاء العلماء يقولون العسل ليس هو الشراب الوحيد الذي يخرج من بطن النحل هناك إذاء ملكات النحل وهناك أيضا ماذا؟ الشمع وسم النحل سبحان الله والعكبر مادة اسمها العكبر أو بالإنجليزي تسمى بروبيوليس هذه الخمس مواد تخرج من بطن النحل إذا تأملناها كلها من نوع الشراب وفيها شفاء للناس العكبر فيه شفاء للناس والعسل فيه شفاء للناس وشمع النحل فيه شفاء للناس وغذاء ملكات النحل وحتى سم النحل الآن بدأت تشير الأبحاث والدراسات أن سم النحل في الحقيقة يعتبر دواء رائع لعلاج التهاب المفاصل وبعض الأنواع من الإكزيمة وما إلى ذلك فإذن سبحان الله ولذلك قالت الآية يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه قد يكون مقصود الألوان يعني العسل الأبيض والأسود والأحمر كذا وقد يكون مقصود ألوان الأنواع يعني العكبر وسم النحل والشمع وغذاء ملكات النحل وهكذا أقول إذن الآية الأولى تؤكد على هذا الموضوع والتي سأعيدها على مسامعكم مرة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ نُسْطِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَمْ يُحَدِّدْ فإذن اللبأ واللبن يخرج من بطن الماشية ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون طيب هل هذا هو المكان الوحيد الذي ذكر القرآن فيه اللبأ أقول لا انظروا في سيرة ياسين الله سبحانه وتعالى يقول أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ولاحظوا في هذه الآية أنه عطف كلمة مشارب على كلمة منافع وفي الآية الأولى في سورة المؤمنين بعد ما ذكر أنه يخرج من بطونيا قال منافع كثيرة ودائما يربط المنافع بالشراب سبحان الله أعيد لكم الآية ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون والله يا جماعة لما تسمعوا حلقات اللباء والفوائد العظيمة والدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت عليه والإعجاز القرآن في ذكره لعلمتم لماذا قال الله سبحانه وتعالى منافع كثيرة ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية بأفلا يشكرون يعني هذه المنافع العظيمة تحتاج إلى شكر عظيم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أستطيع أن أوصل الفكرة كاملة بالنسبة لموضوع اللباء حتى نعرف حق الله علينا سبحانه وتعالى بضرورة شكر نعمه ومن أهم هذه النعم اللباء أيضا أيضا هناك آية ثالثة الآية المشهورة في سورة النحل في الآية 66 يقول الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْطِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَرِيمٍ فإذا علمنا أن اللباء يحتوي على كل العناصر التي يحتويها اللبن عرفنا أن اللبن فيه جزء من تركيبه اللباء وبالتالي قد تكون هذه الآية برضو تحمل في معناها اللباء والله أعلم ولكن الآياتين الأوليين هم أكيد يعني يذكران اللباء ومن هنا اخترنا أن نتكلم عن اللباء بإذن الله وسنجد فيه المنافع الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى نبدأ الآن بالمركبات المناعية إحنا قلنا طبعا شوفوا يا جماعة عشان ما ندخل بالتفصيل والتكرار والإعادة أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة أنا في قسم اللبن وسيكون عندنا إن شاء الله برنامج الأطيبين في رمضان القادم بإذن الله الأطيبين كما قلنا سابقا مأخوذة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول كان يتمجع لبنا بتمر ويسميهما الأطيبين إذن اللبن والتمر طبعا سنتحدث عن التركيبات والكربوهايدرات والبروتينات والفيتامينات في برنامج الأطيبين إن شاء الله في رمضان القادم والموجودة في اللبن حتى لا نكرر نفس الموضوع لأن اللباء يحتوي على هذه الأشياء سنأخذ الأشياء المتميزة فقط في اللباء وقلنا حقيقة إن اللباء يتميز بوجود ماذا؟ بوجود مركبات مناعية وبوجود عوامل نمو طيب سنبدأ نحن بالمركبات المناعية هناك نقطة في غاية الأهمية أول شيء علم المناعية يا جماعة علم صعب هكذا كان يقول طلاب الطب وحتى الإختصاصين يعني لما كانت تيجي قسم مناعي أو موضوع مناعي إما يقرؤوا بسرعة أو يحاول لأنه يشعر أنه معقد جدا أقول بفضل الله سبحانه وتعالى علي لم أكن أجد ذلك إطلاقا كنت أجد علم المناعة واحد من أمتع العلوم وأعظم العلوم على الإطلاق ليش يا جماعة؟ لأنه كنت أرى عظمة الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى وكنت أرى في علم المناعة هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنا في الحقيقة كنت أرى في المركبات المناعية سلوكا يشبه سلوك البشر هذا نجار وهذا طبيب وهذا يفعل هكذا لأنه هذا هاجمه وهذا ينسحب لأنه خف أبدا تماما مثل سلوك البشر وبالتالي أنا كنت أستمتع متعة رائعة وأنا أدرس علم المناع وسأحاول إن شاء الله أن أنقل لكم هذه المتعة التي كنت أحسها من خلال المركبات المناعية الموجودة في اللباء طبعا النقطة المهمة أن المركبات المناعية في الحقيقة إذا سمناها مناعية حددنا من وظيفتها لأنه بالحقيقة وظيفتها تفوق موضوع المناع وسنرى كثير من المركبات المناعية تفعل أشياء كثيرة يعني ليس لها علاقة بالمناع وبالتالي نقول أن هذه المركبات المناعية إذا سمناها مناعية إحنا ظلمناها حقيقة لأنه وظيفها أكبر من مناعها وبالتالي جماعة اعلموا أن المركبات المناعية والمركبات النمو الموجودة في اللباء هي مركبات تسميتها قاصرة ويفضل أن تسمى بأسماء أفضل من هذا طيب إيش موجود من مركبات مناعية في اللباء؟ سنبدأ بمركبين المركب الأول هو الأجسام المضادة والمركب الثاني هو الانترفيرون كما تشاهدون أمامكم في الصورة الجسم المضاد عادة يكون بشكل حرف Y تابعوا معي في الصورة ونجد سبحان الله أن هذا الجسم المضاد من اسمه هو مضاد لشيء هو جسم مضاد ضد شيء طب ضد إيش؟ هذا يا جماعة وجد العلماء أنه مضاد لكل الأجسام الغريبة والغازية والمهاجمة لجسم الإنسان فهو مضاد للجراثيم وهو مضاد للبكتيريا وهو مضاد للفيروسات وهو مضاد لكثير من الأشياء طبعا سنتحدث عن أنواع الأجسام المضادة وشوفوا سبحان الله هذا الذي ترونه أمامكم في الصورة مبسط وانظروا التعقيد هذا الجزيء يعني لا يكاد يرى بالمجهر انظروا التعقيد ودقة إتقان سنع الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وبالتالي نجد أنه بالفعل يعني الجسم المضاد هذه من أشياء العظيمة الموجودة في اللباء والتي تعطي أو تكون مضادة للفيروسات والجراثيم والبكتيريا والطفيلية من أين تفرز هذه الأجسام المضادة؟ من الكريات البيضة الكريات البيضة كريات موجودة في الجسم وتقوم بإفراز هذه الأجسام المضادة وإحنا كنا نعلم يعني من إحنا أطفال أنه الدم فيه كورية حمراء تحمل أكسجين وفيه صفحات دموية مسؤولة عن التصاق يعني مسؤولة عن عملية إيقاف النز وفيه ماذا؟ فيه الكريات البيضاء المسؤولة عن مناعة الجسم طيب ماذا تفعل عشان تسوي منع الجسم؟ أحد وظائفها الخلايا اللينفاوية تحديدا أنها تفرز الأجسام المضادة وهذه الأجسام المضادة مضادة كما قلنا للفيروسات والجرثيب المركب الثاني المناعي الموجود في اللباء اللي هو إيش؟ هذا المركب يسمى باسم الانترفيرون والانترفيرون أنواع في الحقيقة طبعا حتى تتخيلوا عظمة الانترفيرون العلماء قالوا يجب إحنا أن نصنع الانترفيرون طبعا الانترفيرونات تعطي مناعة ضد الفيروسات بشكل عظيم وسنتحدث عن هذه النقطة في الحلقة الأخيرة من حلقات اللباء نقطة إعجازية عظيمة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها بشكل مفصل وأنا سأتحدث عنها إن شاء الله بشكل مفصل ولكن العلماء لما عرفوا خصائص الانترفيرون وأنه في الحقيقة مركب عظيم جدا قالوا ماذا؟ قالوا يا جماعة إحنا لازم نصنع الانترفيرون هذا وبالفعل بدأ العلماء يبحثون ويجتهدون ومخابر ومعامل إلى أن استطاعوا أن يصنع الانترفيرون تخيلوا يا جماعة عشان تعرفوا رحمة الله سبحانه وتعالى بالبشر وعظمة الله سبحانه وتعالى خمسين ملي فقط خمسين ملي من الانترفيرون المصنع من قبل الإنسان يكلف ثمانمائة دولار أمريكي تخيلوا يعني واحد أصيب بالتهاب في الكبد مصيبة ليش مصيبة؟ بكل بساطة لأنه سيقوم بإنفاق كمية كبيرة من المال من أجل أن يدخل هذا الانترفيرون أقول الله الرحمن الرحيم الرؤوف بعباده خلق للناس هذا اللبأ مجانا وهو غني جدا بانترفيرون أفضل مليون مرة من الانترفيرون الذي يصنعه الإنسان أتعلمون لماذا؟ لآية في كتاب الله في سورة النحل آية 17 يقول الله سبحانه وتعالى أفمن يخلقه كمن لا يخلقه أفلا تذكرون؟ الانترفيرون تبع اللبأ هذا خلق الله صنع الله سبحانه وتعالى في حين أن الانترفيرون الموجود في الأسواق هذا صنع البشر وشتان ما بينه أو هو التقليد يعني هو ليس من الله سبحانه وتعالى خلق المواد الأساسية يعني هم بيحاولوا أن يركبوا مادة تشبه الانترفيرون الطبيعي أو الحقيقي وأقرأ هذه الآية على مسامعكم لتعرفوا عظمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نأتي الآن إلى الأجسام المضادة هذه الأجسام المضادة كما قلنا أجسام مهمة جدا 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 ولعلمكم كم نوع من الأجسام المضادة؟ وجد العلماء أن هناك تقريبا أربع أنواع من الأجسام يعني في جسم الإنسان خمس أنواع من الأجسام المضادة ما هي؟ هناك مجموعة كبيرة من الأجسام يعني فيه هناك الأجسام يسموها الآي جي ام سنتحدث عنها طيب كم نوع موجود في اللباء نفس الأنواع الموجودة في جسم الإنسان؟ أربع تخيلوا أربع أنواع من الأجسام المضادة موجودة في اللباء من أصل خمسة موجودة في جسم الإنسان معناته شوفوا مقدار تطابق اللباء مع جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول لنا في ذلك والأرض وضعها للأنام الأرض للناس سبحان الله وطبعا اللباء هو من الأبقار أو الأغنام التي تأكل من الأرض فهو يأتي من أجسامها ومن ثم يأتي إلى أجسامنا ويقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وسبحان الله إذا حدث مشكلة في جسمك الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وخلق لك بنفس اللحظة الأشياء التي تعيد إصلاح القطع التي تخربت ومن ذلك الأجسام المضادة كثير من الناس عندهم منع ضعيفة كثير من الرجال والنساء المسنين مرضى السكري مرضى الكلى الأمراض المزمنة أمراض التهابات المفاصل يصاب الناس بضعف المناعة ضعف المناعة هذا يؤدي إلى ضعف بعض الأنواع من الأجسام المضادة أعطيكم أمثل على الأجسام المضادة الموجودة في اللباء كما تشاهدون أمامكم في هذه الصورة هذا الجسم المضاد هو الآي جي جي هك اسمه ما تأخذ هذا الآي جي جي يتميز أنه مثل حرف الواي وهو مركب أحادي يعني حرف واي واحد فقط تمام هذا المركب ماذا يفعل؟ نجد في الحقيقة أن هذا المركب وجد العلماء أنه يتشكل ضد الفيروسات القديمة التي أصيبت فيها الأم يعني بمعنى الأنف السابق أصيبت بالحصبة الألمانية الأنف السابق أصيبت بالحصبة أصيبت بجدر الماء إلى آخرين هذه الأجسام المضادة الأي جي جي تتشكل في أجسامها ضد هذه الفيروسات وميزت وعظمت ورحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هذا الجسم المضاد يخرج مع اللباء ومع اللبن من ثدي الأم إلى وليدها وهو نفسه هذا موجود سبحان الله في اللباء وبالتالي يا جماعة العلماء كانوا يستغربوا أنه ليش الطفل الوليد وليد عمره ست شهر ليش ما بيصيبه حصبة ألمانية وليش ما بيصيبه جدر الماء وليش ما بيصيبه الحصبة ليش لا تصيبه هذه الأمراض لسبب بسيط يا جماعة ما هو هذا السبب هو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأجسام المضاد تنزل للوليد خلال ستة شهور الأولى وبالتالي تحميه من هذه الأمراض التي يمكن أن يصاب بها طيب نفس الشيء نستطيع أن نؤمن حماية وأنا أنادي يا جماعة منظمات الصحة مش أنتوا بتعملوا حملات فاكسينايشن وتطعيم وما شابه هذا يساعدكم خصوصا في الحالات التي لا يمكن تطعيمها يمكن أن تأخذوا أبقار مصابة بهذه الأمراض أصلا وعندها أجسام مضادة جاهزة وتعطوا الأطفال أو تعطوا المريض لبأ هذه الأبقار والأغنام نشاهد الآن في السلايد الثاني نشاهد نوعين آخرين ال-IGD وال-IGA هذون الجسمين المضادين في الحقيقة أو الجسم مضاد واحد يأخذ شكل مزدوج لاحظوا جمال هذا الجسم لاحظوا حرفين Y متقابلين مع بعضهم البعض بشكل ذيل إلى ذيل كما تشاهدون هذا بيكون جزئه أكبر من الأول ليش؟ بكل بساطة لأنه يتكون من جزئين؟ في حين أنه ال-IGD الأولاني يتكون من جزئ واحد طيب إيش بيسوه هذون؟ هذون في الحقيقة يلعبوا أدوار مهمة في عملية الحساسية التحسس عند الإنسان ولكن اكتشف العلماء أن ال-IGD بالذات له دور عظيم مضاد للفيروسات وقاتل للفيروسات وبتالي يا جماعة أنا أقول كثير من الناس طبيعة عملهم معرض لأن يصاب بأمراض مثل الأطباء طبيب طول نهاره في المستشفى المستشفى مكان موبوء للجراثيم والفيروسات أيضا مثلا الممرضين العاملين في المختبرات مختبرات الجرثومية يتعرضون لفيروسات مرت فيروسات أقول من كان يتناول اللباء ويحافظ بتناول اللباء بلا شك بأنه يحمي نفسه من أخطار عدد كبير جدا من الفيروسات بوجود هذا الجسم المضاد نأتي إلى الجسم المضاد الأخير الموجود في اللباء ألا وهو الـ IGM في الحقيقة إذا تأملنا الـ IGM وجدنا جمالا رائعا انظروا هذا المركب مع أرواب خمس جزيئات من حرف الـ Y متحدة تعطي شكل النجمة شوفوا خلق الله شوفوا دقة خلق الله هذه يا جماعة المنظر لا يشاهد إلا تحت المجهر الإلكتروني وبتكبير فوق المليون مرة حتى يستطيع الإنسان أن يشاهد هذا المصدر الرائع طيب هذا الـ IGM إيش بيسوي؟ وجدوا أن هذا الجسم مضاد له تأثير مضاد للبكتيريا والجراثيم إذا كان الآي جي جي مضاد لفيروس الحصبة والحصبة الألمانية وهذه الأشياء فهذا الآي جي أم هو مضاد للجراثيم والبكتيريا إذا نلاحظوا يا جماعة هناك تنوع اللباء يحتوي على أجسام مضادة للفيروسات أجسام مضادة للبكتيريا أجسام مضادة لكافة الطفيليات أو الكائنات الدقيقة التي يمكن أن تهاجم الإنسان ومن ثم نقول أن اللباء يعطي مناعة ضد كافة الكائنات الدقيقة من الفيروسات التي ممكن أن تهاجم الإنسان إن شاء الله سنتحدث في الحلقة القادمة عن موضوع اللاكتوفرين أحد المركبات العظيمة وهذا الموضوع جميل جدا وهذا المركب سلوكه يشبه إلى حد بعيد سلوك الإنسان الإنسان المسلم لله وسأريكم كيف هذه المخلوقات مسلمة لله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول وأريد في نهاية هذه الحلقة أن ألخص بعض الأفكار الرئيسة اللباء عرفوا جماعا أنه مركب عظيم يحتوي على كل المركبات التي يحتويها اللبن ويزيد بالمركبات المناعية ومركبات النمو التي نشاهدها اللباء ذكره الله في القرآن بصورة غير مباشرة قال وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولم يحدد ما يخرج من بطونها ومنها اللباء ولكم فيها منافع كثيرة وسنرى بدأنا نرى بداية المنافع ومنها تأكلون وأقول أنه في ختام هذه الحلقة وبعد هذا الملخص أذكركم أن هناك أجسام مضادة أيضا موجودة في اللباء وتساعد الإنسان على صد كثير من الفيروسات والجراثيم أقول في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة